هذا وتتابع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي حدث انقلاب الأوتوبيس الذي وقع على طريق الجلالة عن السخنة حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التحرق والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري وشددت الوزيرة على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعوضات اللازمة وفقا للواح والقوانين مقدمة التعازي لأسر الضحايا في فقد ذويهم ترجمة نانسي قنقر